السلام عليكم طلبة الأعزاء محاضرتنا لهذا اليوم الأسباب الظاهرية لزيادة النفقات تناولنا في المحاضرة السابقة الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات سواء كانت أسباب سياسية، عسكرية، اقتصادية، اجتماعية، مالية مختلف هذه الأسباب أدت إلى زيادة النفقات لكن هذه الزيادة الحقيقية في النفقات واكبها تحسن في نوعية الخدمات المقدمة سواء كانت خدمات صحة أو تعليم إلى آخره من الخدمات المقدمة فلهذه كانت هناك زيادة حقيقية في النفقات واكبتها تحسن في الخدمات في موضوع الأسباب الظاهرية لزيادة النفقات أو الزيادة الظاهرية هنا نوضح أن هذه الزيادة أو الزيادة في الإنفاق لم يواكبها أي تحسن في الخدمات المقدمة إذن الأسباب الظاهرية هو زيادة حجم الإنفاق دون أن يواكبه أي زيادة في نوعية الخدمات المقدمة ما هي أسباب هذه الزيادة الظاهرية؟ سوجد ثلاثة أسباب التي هي انقفاض قيمة النقود، اختلاف الفن المالي، إضافة إلى اتساع نقطاق الدولة سنوضح كل نقطة من هذه النقاط، ما نقصد بها؟ لما نقول انقفاض في قيمة النقود وهذا ما نلمسه حالياً في الوقت الحاضر الآن السوق أو الاقتصاد العراقي يعاني من ارتفاع في الأسعار ارتفاع الأسعار ماذا واكبة؟ واكبة انقفاض بقيمة النقود لماذا انقفضت قيمة النقود؟ بسبب التضخم التضخم أي أن الكمية الموجودة في الأسواق من سلع لا تواكب ما موجود أي أن العرض لا يواكب الطلب لما ان العرض ما يواكب الطلب، شون اللي راح يصير؟ هيصير ارتفاع بالأسعار؟ هيصير انقفاض بقيمة النقود، آني داخلي خمسمائة ألف هل خمسمائة ألف سابقاً في ظل استقرار الأسعار كانت تكفي وتلبي احتياجاتي واحتياجات عائلتي؟ الآن مع ارتفاع الأسعار، القيمة الحقيقية للنقود انخفضت بما معنى أنه أنا حالياً بالخمسمائة ألف يدوب ألبي احتياجاتي الأساسية وأني سابقاً كنت ألبي هاي الاحتياجات وأيضاً ممكن أدخل جزء من الدخل حالياً في ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل انخفاض قيمة نقودي هذه الخمسمائة ألف ما تكفي ألبي احتياجاتي القيمة النقدية للأموال موجودة، الخمسمائة ألف هي نفسها ما تغيرت سابقاً أستلم خمسمائة وحالياً أستلم خمسمائة شلو اللي تغير؟ تغير القيمة الحقيقية القيمة الحقيقية نقصد بها كمية السلع والخدمات اللي ممكن أحصل عليها إذن أنا هنا أنفق أكثر دون أن يواكف هذا الإنفاق الحصول على سلع أكثر وإنما أنا دا أنفق كمية أكبر من النقود على موجود أحصل على نفس العدد السابق مع السلع أو أقل من العدد السابق أو كمية السلع السابقة فهذا لزيادة الإنفاق دون أن يواكب هذا الزيادة في الإنفاق أي تحسن في كمية السلع أو الخدمات اللي أحصل عليها وإنما بالبلعكس ممكن أني أصبحت أحصل على كمية أقل من السلع بنفس المبلغ السابق اللي أنا مخصصته لهذه السلع إذن هنا الزيادة في النفقات تعزى إلى ارتفاع الأسعار لا إلى زيادة في حجم السلع والخدمات اللي يتم شراءها أو إنتاجها أو الإنفاق عليها سبع ثاني اختلاف الفن المالي لما أنا كدولة أو كحكومة أعد موازنتي بشكل إجمالي من أعد موازنتي بشكل إجمالي إذن أنا أدق التفاصيل من نفقات وإرادات أنا لازم أوضحها هذه أموال النفقات اللي هو هذا المبلغ الرئيسي المحدد شيني الأبواب اللي تم الإنفاق عليها إجد حجم النفق المخصصة لكل باب ولكل سلعاء ولكل مشتريات هذا أحدده بشكل تفصيلي من أحدده بشكل تفصيلي هنا كأنه ما صار عندي تضخم بالنفقات بينما إذا عد موازنتي بشكل صافي أنه مجرد أنه أنا بنهاية السنة أقول هل قد كان عندي نفقات وهل قد الإرادات متحققة إذن أنا هنا شلو اللي تغير عندي ما بين الصافي والإجمالي تغير الفن المالي اللي قد يؤدي لي إلى زيادة ظاهرية في النفقات دون سبب بينما أنه أنا من أخذ موازنة صافية أخذ نفقات وإرادات أخذ نفق عفو موازنة إجمالية كل تفاصيلها من نفقات وإرادات ظهر لي كأنما الموازنة عندي متضخمة سبب هذا السبب الثاني السبب الثالثة تغسع في مساحة أو قليم الدولة لما الدولة ممكن تضيف أقاليم جديدة لما نضيف مدن جديدة لما تستهدث نواحي إضافية ممكن تضم أقاليم إضافية إنه أنا شنو اللي حيصر عدد السكان يزيدون الخدمات اللي تقدمها الدولة حتزيد فممكن أن الدولة تنفق مبالغ أكثر ليس على تحسن الخدمات المقدمة وإنما مجرد أن تتقدم نفس الخدمات السابقة بس لفئات أكثر فهنا نحصر زيادة بالنفقات بس متواكب هذه الزيادة تحسن في الخدمات وإنما فقط مواكبة لزيادة الحاصلة في عدد السكان إذن هذه أسباب أدت إلى زيادة الإنفاق دون أن يواكبها تحسن في الخدمات المقدمة من قبل الحكومة لأفراد المجتمع الدولة عندما تقوم بالإنفاق وإحنا هنا دائما نتكلم عن الإنفاق العام عندما تقوم الدولة بالإنفاق فهذا الإنفاق سيترتب عليه مجموعة من الآثار الأقتصادية سنحاول بهذا الفصل توضيح الآثار المباشرة للنفقات العامة آثارها سواء على الطلب على الإنتاج على الدخل على الاستهلاك اللي هو الهدف الرئيسي للعملية الاقتصادية إحنا كنا هدفنا إشباع احتياجاتنا إذن أنا أعمل أنتج على مد أحصل على السلع اللي أحتاجها وأستهلكها إذن هو هذا الهدف الرئيسي لأي عملية اقتصادية فنتطرق إلى الآثار الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج القومي كيف يؤثر الأنفاق على الإنتاج لما الدولة تنفق الدولة أين تنفق أموالها؟ تنفقها إما رواتب أو مشتريات إما مصانع أو معامل أو شركات مشاريع استثمارية إذن هذا الانفاق حيترتب عليه شنوة طلب؟ عدنا ممكن نأخذ ثلاث أنواع أو عثار الأنواع الرئيسية لتلك النفقات لما الدولة تنفق نفقات إنتاجية نفقات إنتاجية إذن أنا ده أنفق على مشاريع على سلع استثمارية على مصانع إذن هذه النفقات ستأدي إلى زيادة الطلب أنا من أنفق إذن أنا أريد أشتري مواد أريد أدفع أجور أريد أستثمر أريد أجر إذن هذا الانفاق هذه الأموال اللي أنا إذا أنفقها ستأدي إلى زيادة الطلب ولازم زيادة الطلب شي يكون وضع الاقتصاد شنو يكون وضع الاقتصاد؟ يعمل دون مستوى لاستخدام الكامل أي أنه أنا عندي مجال بالاقتصاد أو المشاريع الاقتصادي أنه تقدر تلبي احتياجات الطلب المتزايد يعني أنا إذا عندي مشروع أو خطوط الإنتاجية تعمل دون حدها الأقصى يعني عندي مكاء تعمل بنسبة 60 أو 50% فإذن أنا لما يزيد الطلب ممكن أنا أزيد الإنتاج ممكن أنا أشغل المعمل بنسبة 70-80-90% أواكب هذه الزيادة الحاصلة في الطلب فهنا ممكن يكون آثارها إيجابية هنا ليش لأنه تأثر إيجابي أكو طلب أكو إنتاج بالاقتصاد إذن هذا آثارها إيجابية ممكن أيضاً الدولة تقدم إعانات المشاريع سواء إن كانت مشاريع عامة أو مشاريع خاصة هذا أيضاً يأثر بشكل إيجابي على المشاريع ليش يأثر بشكل إيجابي؟ لأنه هنا الدولة كأنها من قللة التكاليف التي تتحملها هذه المشاريع من أعباء أو من كلف إنتاج فهنا ستساعدها وشجعها على القيام بالإنتاج بشكل أفضل النفقات الاجتماعية هنا لما الدولة تدفع تقدم إعانات سواء كانت نقدية أو عينية هذه الفئات اللي تقدمها لإعانة الدولة أو هذه النفقات الاجتماعية أو ضمان الاجتماعي أو رعاية العفو الاجتماعية اللي تقدمها الدولة للفئات محدودة تدخل أو ضعيفة تدخل هذه الأموال أنا من أحصل عليها وين هتروح؟ طبعاً أنا هروح للسوق أشتري احتياجاتي واحتياجات عائلتي إذن هنا هنش هتعدي إلى زيادة الطلب وبالتالي تأثيرها إيجابي على اقتصاد ليش؟ لأن الأفراد اللي حسلمهم مبلغ النفقة حيروحون للأسواق على مد يشترون احتياجاتهم إذن هذه الأموال هتذهب إلى الاستهلاك وإلى طلب في السوق المحلية النقطة الثالثة اللي هي النفقات العسكرية والنفقات العسكرية احنا وضحنا سابقاً أنه هذه الدولة الدول بشكل عام مختلف الدول عندها ميل عالي إلى الاستهلاك والتسلح وشراء المعدات العسكرية الحديثة إذن أكو أثرين ممكن تكون لها أثار سلبية وآثار إيجابية أثار سلبية لما مبالغ نقدية أو نفقات ممكن الدولة كانت سابقاً تخصصها تخصصها إلى الانتاج إلى الاستثمار وذهبت إلى النفقات العسكرية إذن هذه أثرت سلباً على الاقتصاد مو أثرها إيجابي شو كنت تكون هذه النفقات هنا نقلناها النفقات إلها أثار سلبية ليش؟ لأن هي قبل بدلاً من تروح لإشباع احتياجات الاقتصاد من المشاريع الاستثمارية والمنتجة ذهبت هذه الأموال إلى نفقات العسكرية إلى عمار مدمرت الحرب فهنا هتكون آثارها سلبية لأن اقتطاع جزء من الدخل أو جزء من إرادات الدولة بدلاً من أن تستثمر ذهبت إلى الانفاق العسكري هنا آثار سلبية ممكن تكون آثار هذه النفقات العسكري إيجابية لما تكون هذه الأموال مخصصة للانفاق العسكري تذهب إلى موانئ مصانع مطارات هذه ممكن تفيد الاقتصاد بشكل أفضل فهنا هتكون آثارها آثارها إيجابية نأتي إلى الموضوع أو الآثار الأخيرة اللي هي قلنا الآثار المرتضة بالاستهلاك وقلنا الاستهلاك هو الهدف الأساسي للعملية الاقتصادية أنا لما أستخدم أيدي عاملة لما أجيب عمال لما أجيب مواد أولية لما أنتج لما أجير عملية اقتصادية أو مشروع اقتصادي أنا هدفي شنو أنتج وأبيع المنتجات بالأسواق على موت أدفع جور وأدفع رواتب وأدفع فوائد وبالتالي أحصل على أرباح أشتري بها احتياجاتي والعمال كذلك وأصحاب عوامل الإنتاج يحصلون على العائد المقابل عمل كل شخص حسب طبيعة العمل اللي بالمحصلة يذهب أيضا هذه الأموال عين التذهب إلى الاستهلاك فنفقات الاستهلاك بها أنواع نفقات الاستهلاك الحكومي لما الدولة هنا كدولة تدخل إشباع حاجات الأفراد إذن هنا الدولة بتنفق الأموال لإشباع احتياجات الأفراد فهن هنا آثارها إيجابية لأن الدولة تدخل لتحقيق النفع العام لأفراد المجتمع نفقات الاستهلاك المتعلقة بالأجور والرواتب إحنا قلنا الدولة تخصص جزء من نفقاتها لدفع الرواتب اللي هو ما نسميها النفقات الجارية الدولة هنا من حتى متنفق هذه الأموال وتسلم الرواتب والأجور للموظفين للمتقاعدين للعاملين حسب تصنيفهم هذه الأموال أين تذهب ستذهب أيضا إلى الاستهلاك محاضرتنا انتهت إلى هنا وإن شاء الله منزلت لكم توضيح مخطط توضيحي بشكل أفضل إذا تحبون تشوفونه موجود إن شاء الله حينزل ويا المحاضرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر